اشتركوا في القناة البنك يتيح لك ذلك بآلية تمويل مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية تابعوا معنا التفاصيل الكاملة حول كيفية الاستفادة من هذه الفرصة الرائعة لا تفوتوا الفيديو واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد أعلن بنك البركة الجزائري عن إطلاق تسهيلات جديدة لشراء السيارات بالتقسيط ضمن برنامجه للعامين 2024 و2025 ويشمل هذا البرنامج إمكانية تمويل شراء السيارة وفق آلية الدفع بالتقسيط مما يسهل على العملاء امتلاك سياراتهم الخاصة بمرونة كبيرة في السداد ومن أبرز ميزات هذه الخدمة الجديدة أن البنك يتعهد بدراسة الملفات المقدمة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مما يوفر للعملاء تجربة سريعة وسهلة كما أوضح القائمون على بنك البركة أن المصرف قد وقع اتفاقية شراكة مع مصنع فيات للسيارات تهدف إلى تمويل زبائن الراغبين في اقتناء سيارات فيات الجديدة وستمكن هذه الاتفاقية عملاء البنك من الاستفادة من تسهيلات تمويلية مميزة تتيح لهم الحصول على سيارات فيات بأقصاط ميسرة ضمن إطار زمني مدروس مما يسهم في تلبية احتياجات العملاء بطرق عصرية ومرنة كما أكد بنك البركة أنه سيتم توفير مرافقة تمة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات من موديلات الفان واربعة وعشرون الفان وخمسة وعشرون حيث سيحظى كل عميل بدعم مستمر من قبل البنك طوال فترة التمويل لضمان تسهيل الإجراءات وتلبية احتياجاته وأشار ممثل بنك البركة إلى أن الصيغة المعتمدة لتمويل السيارات تتوافق تماما مع ضوابط الصيرفة الإسلامية حيث يتم الالتزام بمبادئ التمويل الحلال التي تضمن الشفافية والعدالة في التعاملات المالية وبالتالي يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن العملية تتم ضمن إطار يتماشى مع الشريعة الإسلامية مما يعزز الثقة في هذه الخدمة وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم بنك البركة بشراء عدد معتبر من السيارات ووضعها في مخزن خاص به ليتم تمويل الزبائن بناء على تلك السيارات وهذه الآلية تلتزم بشرط أساسي وهو ضرورة أن يكون البنك هو المالك والمحتفظ بالمركبة قبل بيعها للعميل وبذلك يضمن البنك التزامه الكامل بضوابط الصيرفة الإسلامية حيث أن العميل لا يحصل على التمويل إلا بعد أن يمتلك البنك السيارة فعلا وتعد هذه الخطوة جزءا من الجهود التي يبذلها البنك لتوفير حلول تمويلية حلال ومتوافقة مع الشريعة سيارات فيات بالتقسيط لدى بنك البركة 2024 يقدم بنك البركة الجزائر خدمة التمويل الإسلامي لشراء السيارات بما في ذلك سيارات فيات ويمكن للعملاء الراغبين في شراء سيارة فيات بالتقسيط من بنك البركة الجزائر في 2024 الاختيار من بين مجموعة واسعة من السيارات بما في ذلك فيات 500 فيات دوبلو أو كل سيارة أخرى يتم تصنيعها أو تركيبها في الجزائر ويقدم بنك البركة الجزائر العديد من المزايا للعملاء الذين يرغبون في شراء سيارة بالتقسيط بما في ذلك معدلات فائدة تنافسية فترة سداد تصل إلى خمس سنوات تمويل يصل إلى 1-0-0 من قيمة السيارة أوراق ومستندات بسيطة شروط تمويل من بنك البركة لشراء سيارة تتمثل شروط تمويل من بنك البركة الجزائر 2025-2024 لشراء سيارة فيات بالتقسيط فيما يلي أن يكون العميل موظفا في القطاع العام أو الخاص أو صاحب نشاط تجاري أن يكون العميل حاصلا على دخل ثابت ألا يزيد عمر العميل عن 65 عاما ألا يكون العميل مسجلا في سجلات المدينين لدى البنوك إجراءات التمويل ودراسة الملفات يمكن للعميل التقدم بطلب التمويل من بنك البركة الجزائر من خلال زيارة أحد فروع البنك أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وتشمل إجراءات التمويل ما يلي تقديم طلب التمويل إلى البنك تقديم المستندات المطلوبة بما في ذلك بطاقة الهوية الوطنية عقد العمل أو شهادة الدخل كشف حساب بنكي رخصة السياقة إجراء تقييم للسيارة المراد تمويلها الاتفاق على شروط التمويل الوثائق المطلوبة تتمثل المستندات المطلوبة لتمويل شراء سيارة في يد بالتقسيط من بنك البركة الجزائر فيما يلي بطاقة الهوية الوطنية عقد العمل أو شهادة الدخل كشف حساب بنكي رخصة السياقة تقرير تقييم السيارة الرسوم يفرض بنك البركة الجزائر بعض الرسوم على التمويل الإسلامي لشراء السيارات بما في ذلك رسوم إدارية رسوم تأمين الفوائد يدفع العميل فائدة على مبلغ التمويل الممنوح له حيث يتم احتساب الفائدة وفقا لسعر الفائدة المعلن من قبل بنك البركة في وقت منح التمويل أما بالنسبة للدفعات الشهرية فهي تتكون من جزئين القسط الشهري والفائدة يتم حساب القسط الشهري بناء على مبلغ التمويل الكلي مدة السداد المتفق عليها وكذلك سعر الفائدة المطبق على التمويل يحسب القسط الشهري بطريقة تضمن أن يتم سداد المبلغ الإجمالي على مدار فترة محددة مع إضافة الفائدة المقررة وفقا للضوابط المالية المتبعة في البنك الاستعلام عن التمويل يمكن للعميل الاستعلام عن حالة طلب التمويل بكل سهولة إما من خلال زيارة أحد فروع بنك البركة الجزائر المنتشرة في مختلف المناطق حيث يمكنه التحدث مع موظف البنك والحصول على تفاصيل دقيقة حول طلبه أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك الذي يتيح له متابعة حالة طلب التمويل بشكل إلكتروني وسريع هذه الخدمة توفر للعملاء راحة وسهولة في التواصل مع البنك مما يساهم في تسريع الإجراءات وتلبية أحتياجاتهم بكفاءة وفي ختام هذا الفيديو نشكركم على متابعتكم لمحتوى قناة بوابة الأخبار إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد كما يمكنكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لدعمنا في تقديم المزيد من الأخبار والمحتوى المفيد نترككم في رعاية الله ونلقاكم في فيديوهات قادمة دمتم بخير